بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعظيما وإجلالا ما أقبل اليسر بعد العسر إقبالا وما أتت نفحات اليسر ناسخة من المكاره ألوانا وأشكالا ونصلي ونسلم على عين الرحمة وينبوع الحكمة وآية الرسالة ونور الأبصار والبصائر سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها السادة أيها السيدات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نحدثكم هذه المرة عن سورة البقرة وقد سميت سورة البقرة وهي أطول سورة في القرآن الكريم على الإطلاق وهي سورة نزلت بالمدينة فهي سورة مدنية فصلت في كثير من القضايا وكثير من الأحكام والقصص وتنوعت فيها سور الإعجازية الرائعة والقرآن كله مؤجز ولكن البقرة جمعت كثيرا من الإعجاز وقد سماها الرسول عليه الصلاة والسلام سنام القرآن والسنام هو أعلى الشيء وذلك من باب التشريف والتكريم وذكر خالد بن معدان أنها فسطات القرآن والفسطات كالخيمة الكبيرة لأنها تحيط بأحكام كثيرة ويذكر ابن حجر الأسقلاني رحمه الله أنها أول ما نزل بالمدينة من القرآن فقد نزلت في السنة الأولى للهجرة وربما يكون نزولها منجما وقد استمر من السنة الأولى إلى السنة الخامسة كما يقول بعض العلماء وقال البعض إنه أنزل منها ما يتعلق بالحج بعد السنة الثامنة واليقين الذي لا شك فيه أن آخر آية أنزلت على النبي عليه الصلاة والسلام قبل وفاته بقليل كانت من سورة البقرة وهي قول الله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يضلمون وقد ولع بها المسلمون وخاصة الأنصار الذين راحوا يحفظونها ويتهجدون بها إلى الله حتى سموا بأصحاب سورة البقرة وفي غزوة حنين لما انهزم جموع المسلمين أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس عمه أن يصيح يا أهل السمرة يا أهل سورة البقرة فقال الأنصار لبيك لبيك يا رسول الله ونصرهم الله تعالى بعد ذلك النداء الخالد الذي ربطهم بسورة البقرة وقد أورد الإمام مالك في الموطأ أن سيدنا عبد الله بن أمر مكث في حفظها وقراءتها وتمثل معانيها وتطبيقها ثماني سنوات وذكر كثير من العلماء كالإمام أحمد والطبراني وغيرهم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قرأوا الزهراوين صورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حصرة ولا تستطيعها البطلة البطلة هنا هي السحرة وقد ذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن وجه التسمية هنا بصورة البقرة أنها ذكرت فيها بقرة بني إسرائيل وقال بعضهم سميت بالبقرة للتفريق بينها وبين آل عمران لأن البقرة بدأت بألف لام ميم وآل عمران بدأت بألف لام ميم وجاءت هذه الصورة ثانية بعد الفاتحة وكأنها تفصيل لما ورد في الفاتحة لكنها ابتدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم للتنبيه على إعجاز القرآن الذي بني على لسان العرب القائم على حروف الهجاء المعلومة الألف واللام والميم وأمثالها والكلمات لا يمكن أن تفهم إلا إذا ركبت من حروف الهجاء وقد ورد في بدايتها ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وفي ثناياها يقول الله تعالى مخاطبا للمنكرين والمتشككين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين وكأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يحقق لنا في هذه الصورة ما يمكن أن يكون دليلاً على إعجازها وكمالها وعظمة معانيها ودلالاتها وكانت التوطئة بالحروف المقطعة أكبر دليل على صدق القرآن الذي لا ريب فيه والذي كان هدى للمتقين على مدى الأزمان ومهما تطاول المتطاولون على القرآن فسيبقى القرآن الكريم محفوظاً بعناية الله لأن الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وقد قال الشاعر هيهاتا لا يأتر القرآن تبديل وإن تبدل توراة وإنجيل ماذا تقولون في آي مرتلة يزينها من فم الأيام ترتيل ماذا تقولون في سفر صحائفه هدي من الله ممض فيه جبريل آياته بهدى الإسلام ما برحت تهدي الممالك جيلاً بعده جيل فآية ملؤها ذكرى وموعظة وآية ملؤها حكم وتفصيل نقل الإمام أبو بكر ابن العربي أن بعض شيوخه ممن نظر في صورة البقرة وتأمل في معانيها خرج منها آلافاً من الأوامر والنواهي والأحكام والأخبار وقد ذكر ابن عبد البر أنه رحمه الله قد قال أي أبو بكر ابن العربي أنه استخرج منها ألفاً من الأوامر ألفاً من النواهي وألفاً من الأحكام وألفاً من الأخبار وقد ورد في الصحيح فيما نقله صاحب اللباب في علوم الكتاب أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بأثاً أي جماعة ثم أتى على أحدثهم سناً وهو شاب صغير قال ما معك من القرآن الكريم قال كذا وكذا ومعي صورة البقرة قال خرجوا وهذا عليكم أمير قالوا يا رسول الله هو أحدثنا سناً قال أليس معه صورة البقرة إن ذلك يشرفه ويرفع شأنه ويعليه فالمقصود هنا بحمل صورة البقرة ليس الحفظ الأصم ولكنه الوعي بالمعاني والتأثر بالأحكام والغاية ليست في الطول ولا في القسر ولكننا حينما نتأمل نجد أن صورة كصورة الكوثر هي أصغر صورة في القرآن الكريم ومع ذلك فهي لا تقل إعجازاً ولا قيمة ولا بلاغة ولا عمقاً عن صورة البقرة وإنما الغاية هي الفهم للدلالات وهي التعظيم للمحتوى وهي التعمق في فهم ما أراد الله تعالى أن يهدي به العباد ثم بعد ذلك العمل على الممارسة بالفهم والاستنباط والتطبيق للأحكام هذه هي الغاية من حمل الصورة كصورة البقرة ولو صح أن يكون لهذه الصورة أن يكون لها اسم آخر لكانت تسمى صورة النفس البشرية لأن قصة البقرة تتعلق بذلك القتيل من بني إسرائيل الذي قتل ظلماً ولم يُعرف من قتله فطلب منهم سيدنا موسى أن يذبحوا بقرة وأن يضربوا ذلك القتيل ببعضها لتكون المؤجزة فيحيى ذلك الميت بعد موت ويخبر عن قاتله ويعود بعد ذلك إلى موقفه ولكن بني إسرائيل أكثر السؤال فقالوا ما هي وما لونها وما هي إن البقرة تشابه علينا وإننا إن شاء الله لم يهتدون وفي النهاية ذبحوها ثم ضربوا ذلك الميت ببعضها فإذا به يحيى ويخبر عن قاتله ويعود ليموت مرة أخرى فكانت هذه الصورة بحق صورة النفس البشرية التي حرم الله تعالى أن تقتل بغير الحق وأن يكون الإسلام والدين والقرآن دين سلام وأمن وطمأنينة وخير فجعل هذه القصة في صورة البقرة لتكون النفس البشرية مرعية راقية على أحسن وأجمل ما تكون الرعاية هذا جزء من المعنى في هذه الصورة ونسأل الله تعالى أن يجعل لنا من معاني اسمها ما يحقق لنا فهما وعلما وإدراكا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة